المجاعة وسوء التغذية مشاهد سيطرت على حياة اليمنيين شرقا وغربا خلال عشر سنوات من الحرب والخراب وجديدها لا ينتهي في العديد من المناطق المحررة تصاعدت معدلات سوء التغذية خاصة في مديرية حيس والخوخة والمخاوم وزع بمحافظتي الحديدة وتعز بعد الإبلاغ عن تزايد حالات الإصابة بسوء التغذية الحاد تقرير فريق العمل الفني للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في اليمن التابع لوكالات الأمم المتحدة قال أن عدد الأطفال دون سن الخامس الذين يعانون من سوء التغذية الحاد أو الهزال ارتفع بنسبة 34% مقارنة بالعام السابق في المناطق المحررة وهو ما يؤثر على أكثر من 600 ألف طفل بينهم 120 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد إضافة إلى وجود نحو 223 ألف امرأة من الحوامل والمرضعات يعانين من سوء تغذية الحاد مراقبون أرجعوا ارتفاع نسبة سوء التغذية بين المواطنين إلى عوامل عديدة كالانهيار الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد وتدهل العملة الوطنية إلى مستويات قياسية وذكا ما أنتجا عدما للدخل وضعفا في القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع أسعار السلع بشكل مهول تزامنا مع قلة التمويل والمساعدات الدولية والأممية التي تفاقم مآسي المواطنين التقرير الأمم يعزل ارتفاع الحاد أيضا إلى تأثير المراكب لتفشي أمراض الكوليرا والحصبة وارتفاع معدلات عدم الأمن الغذائي ومحدودية الوصول إلى المياه الصالحة للشر محذرا بشدة من خطورة أن تصل نسب سوء التغذية إلى هذا الوضع الذي يعتبر الأشد خطورة في إطار التصنيف المرحلي المتكامل لسوء التغذية الحاد وهو سوء التغذية الحرج للغاية في مرحلته الخامسة من التصنيف والذي يطلق على المناطق التي يتجاوز فيها معدل انتشار سوء التغذية الحاد الثلاثين في المئة